زي المشاهدين في كل مكان برحب بيكم النهاردة بفاديو جديد معي عن توقعات الابراج انا مارين لو عجبكم الفاديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بجبر بيكم وبدعمكم لي توقعات برج السلطان ليوم الاربعاء 23 فبراير شباط 2022 انت هتكون بتأجل كتير من المهام المنزلية من فترة طويلة او حتى من ايام قليلة اللي فاتت لكن الوقت الان هيبقى مناسب انك تقوم بيها وما فيش داعي انك تأجلها اكتر من كده هيكون عندك طاقة وحماس حلمين جدا علشان تعمل كده وتقوم بدا من غير ما انك تشعر حتى بتعب ولا حتى بارهوك مش هتهتم بالتفاصيل الصغيرة اللي ممكن انها ما تأثرش عليك اصلا ولا باي شكل في يومك ده نضفت البيت وشكله هيكون من اولوياتك اليوم ده فانت مستعد وعندك طاقة كبيرة وحماس اكتر بالنسبة ليك عطفية للنهار ده ممكن ترتبط باللي بيشاركك في مهنتك في اليوم ده او حتى انكم بتعملوا مع بعض في الوقت ده ممكن تمضوا مع بعض وقتوا حياة ممتعة جدا ورقاعة خالية جدا من المشاكل والهموم لو كنت زملاء في الشغل فالنهار ده خليك مرتبط بالشخص ده وما تخسروش لانك حياتك معاه هتبقى كويسة جدا بالنسبة ليك مهنان النهار ده مطلوب منك انك تبقى دقيق اكتر فانك تساوي كل الامور اللي انت ممكن تكون متمر بيها في اليوم ده وانك ما تستخفش باي تفاصيل فيها وبنصحك انك ما ترتبكش امام اي الضغوطات ممكن تكون بتواجهها في اليوم ده وما تصدقش اي كلام يكون حلو وهو مش مقصود فخليك حضر من نيات البعض ممكن تبقى ليها خليصة جدا وتكون حابب انها تتوقعك بالنسبة ليك صحية للنهار ده بمارسة بعض النشاطات في يومك ده النشاطات حتى الفكرية والثقافية هتريحك كتير جدا من انك تشتغل كتير وانك تشتغل عن مشاغل حياتك النهار ده وخاصة مشاغلهم العائلية فخليك حضر انك ما تهملش ده وصود ده بالنسبة لي توقعات العشرية الاولى موليد 21 يونيو لواحد يونيو بيجلم ليك النهار ده تأثير السماء في عالم حب كتير وكتير من الرومانسية ايضا لكن في بعض الاوهام اللي ممكن تسيطر عليك اليوم ده وممكن تخليك تشعر بشوية غيره على حبيبك اليوم ده بالنسبة لي توقعات العشرية التانية موليد 2 يونيو لـ 12 يونيو لازم انه يقودك تفكيرك النهار ده اللي هيكون تفكير ناشئ اكتر لاستنتاجات صحيحة اكتر ولانك تستغل كل الامداعات اللي انت ممكن تكون بتشعر بيها وبتجدد ليك في اليوم ده اليوم هيكون جميل جدا بشكل ايجابي ليك بالنسبة لي توقعات العشرية التالتة موليد 13 يونيو لـ 22 يونيو من الافضل النهار ده انك تخطط ليومك ده بشكل حلو جدا علشان اليوم ده هيكون ربانس جدا بصحبة اشخاص وريبين جدا من قلبك فما تفسحش المجال للاحزاب المجدودة النهار ده انها تضيع عليك السعادة دي واللي ممكن تمنح عندك انك تعيش في المزاج المناسب والحلو ده بالنسبة لحركة الكواكب النهار ده بيستمر الامر في انه يعبر برج العقرب وهينطقل لبرج القوس في صباح اليوم الجام قمر القوس هيكون فضولي اكتر ومغامر اكتر وحيوي اكتر وده يشجعنا على اننا نستكشف ونبحث ونوصل لاستكشافات جديدة بشكل المريخ وعقدة سداسية النهار ده مع نابتن وهيسعى لنشاط الهام كبير جدا ممكن اننا نستخدم كل اشهداتنا البديهية النهار ده واللي هتكون عملية خاصة لو كانت بتساعدك في انك تزيد حساسيتك النهار ده واحساسك بالامان ممكن انه يكون فيه تخل النهار ده عن الغضب او حتى انك تلاين المزاج اللي هيكون متعصب حواليك احنا هنكون بنفضل التعاون اكتر واننا نصير بطريقتنا الخاصة اليوم ده على اننا نشعر بالمنافسة هنكون ايضا على استعداد كبير جدا لاننا نتصرف تصرف بناء اكتر على تعاطفنا في اليوم ده وعلى اصال نوعينا من خلال افعالنا ويماءات كتيرة جدا ممكن تحصل كما ان حنسان النهار ده لاتخاذ خطوات صحيحة هيكون قوي جدا ممكن تنتفع النهار ده عن طريق انك تتعالج او حتى انك تطرح بديل النهار ده او انك تستخدم التعاطف والتسامح لاغراض انك تشتفي النهار ده ممكن للفنون اللي بداعية انها تصدهر اكتر في الطوقة دي هتسري النهار ده مع الطيار كوكب المشترى وبلوتو بيشكل شبه مربع معيك وده هيقدي لحدوث توتر بعض الشيء ممكن يسبب انه انك تتحدى النهار ده نظام معتقداتنا بمهارة وده هيقدي لحاجتنا اننا نغير الموقف او حتى نضطر لمواكه ضيء الاوفق في الاخرين او في انفسنا في محاولة جديرة جدا علشان تفرض كل معتقداتنا على كل الاشخاص اللي حوالينا ومش هتقدي الا للأحباط ممكن تكافح بين الرغبة في انك تتعلم ومن خلال انك تجرب ويء الحاجة لانك تتابع قواعد وطموحات نجحة جدا في العالم المادي ده وهيصار القمر الاخير النهار ده اليوم وهيكون بنتوق للعمل اكتر والحركة في كل مساعينا الوقت ده هيكون كويس جدا لو حبينا نبدأ في مشروع مهم يحصل فيه تناقضات شوية في دوق القمر وممكن يحصل انزلاق لوعيلينا وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو مستهنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي اشتركوا في القناة